أكيد. طيب احنا مشكلتنا فيهن. احنا ايه نقاط ضعف عندنا? واللي انت شايف ان هو كارلس كيروش هياخد باله منها. و ايه نقاط الضعف اللي انت شايف ان هو هيتغاد عنها? او مش هيتغاد عنها. نقاط الضعف اللي ممكن يعني يقول كارلس كيروش لن يلقي لها بالا. لا هو بالنسبة اي حد بيبقى عنده نقط ضعف ونقط قوة ده طبيعي بالنسبة. عشان كده ما سألتكش إيه نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا لكن احنا بالنسبة نتكلم على شخصيات زي شخصيات كارلس كيروش ليه وجهة نظر وعنيد إلى حد كبير ففيه أكيد نقاط ضعف ممكن نشتغل رياه دلوقتي فيه حد ممكن يكون عنده خطة طويلة لأمل وخطة قصيرة لأمل لا بس لو نتكلمنا على الناحية الفنية الناحية الإدارية خلاص لا فيه نقاط ضعف عندنا في الناحية الإدارية عشان نبقى منصفين يعني سواء بداية من تنظيم معسكر ما عرفناش نعمل فيه مباراة الترتيب مع ربطة الأندية اللي عاملة شكل ولا أروع للدوري عشان خاطر أنه ماتش الأهلي وبرامة زي كانت لعب ده ما تمش ففي الناحية نقطة ضعف في الحتة دي موجودة لكن في الناحية الفنية أنا شايف أن احنا منتخب عندنا أنا شايف أن احنا منتخب قوي جدا ما مش شايف أن فيه نقطة ضعف غير في مكان واحد ألا وهو نص الملعب تغيير الطريقة من 4-2-3-1 اللي احنا بقى لنا خمس ست سنين بنعب بيها واثنين في قلب الملعب قدامهم واحد هو جاء عملها 4-3-3 دي شوية عاملة خلال عاملة ارتباك عاملة ارتباك لأنه الراجل ما بيلحق الشام المعسكر طويل أحمد انت كلمت عن نص الملعب بالضبط نص الملعب يعني فيه كلام دلوقتي عن تريزيجي شايف الأول فكرة اعتماده على تريزيجي هتكون موجودة ولا لا لأنه كان في تصراحاته ولا اللي هو هيجرب تريزيجي وشايف وجوده هيبقى موجود في نص الملعب ولا هيلاعب تريزيجي ازاي وهيفضلوا على عمر مرموش ولا لا بص عشان ندخل عمر مرموش في مكرنة مع تريزيجي احنا بنظلم عمر مرموش صح لسه بدري قوي على ما نقول عمر مرموش مع تريزيجي عشان نكون بنتكلم بلغة انصاف او لغة كرة قدم حقيقي اللي قدمه تريزيجي واللي عمله المنتخب مصر كتير جدا اصلا الواقع بيقول غير كده لانه دايما بينصف مرموش اصلا الواقع مباراة واحدة جي لعب معي المطش بليبيا ذهبوا عودة لعبهم معي المطش من المعسكر اللي بعده كان مستبعد فهو لعب معي كل اللي لعبهم معي 180 دقيقة لكن ما جيش انا اختزل تاريخ تريزيجي في انه مباراة او احطه في مقارنة مع عمر مرموش عشان 180 دقيقة تريزيجي جاب لنا ضرب الجزاء الكونغو اللي وصلتنا كاس العالم جاب لنا ضرب الجزاء غانا اللي كسبنا بها غانا في تصفات كاس العالم كان من احد اهم اللعبين عند هيكتور كوبر انا كنت في الفترة دي بتكلم مع كوبر كتير يقول لي انا اللعب عندي رقم واحد بالرغم في وجود محمد صلاح هو تريزيجي لانه كان بيبني الخطة على تريزيجي مش على محمد صلاح كل منتخبات العالم بتيجي بتمسك محمد صلاح عشان كده الناس بتقولك محمد صلاح مع المنتخب شخص تاني لكن هو النقط دي هي اللي بتوضح قد ايه انه الاعتماد على تريزيجي مهم جدا فعشان كده انا بقولك لا تريزيجي هيبقى ليه دور مرموش ما اقدمه والدوافع اللي كانت عنده في مطش ليبيا انا اعتقد مش هتبقى هي نفس الدوافع اللي في البطولة قدام مطش ناجيريا تريزيجي هيكون كلمة سر بل بالعكس اللي هيكون مع تريزيجي انا اتوقع ان يكون رمضان صبح ليه دور كبير جدا انا كده بناخد منك تصريحات بقى اه يعني انا بأتكلم انا عشان نرجع بعدها ونتكلم ونشوف الحقيق قلته بالزبط وفيها معلومات كمان انا بأتوقع وكمان من خلال معلومات رمضان صبح هيبقى ليه دور مهم جدا عن مرموش مرموش اه انا عارف انه هو يبقى موجود والراجل ممكن يعتمد عليه بس هو مش شرط خلص اه مش شرط خلص انه هو اللي يشيل الحتة دي لوحده لانه الكيميا اللي هتبقى موجودة بين تريزيجي وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومصطفى محمد اللي لعب مع بعض فترات كبيرة دي اهم من انه لعب تقلق في مباراة 180 دقيقة او مباراتين زهبوا عدو فبالنسبة للراجل اللي عندهم الحسابات مش زي ما احنا في الشارع بنقولها بدليل يعني فيه لعيبة بتتقلق ممكن تلاقيه متقلق في نص الملعب حمد فاتحي وطاني ماتش تلاقي قاعد مهم مكياس التقلق في مباراة وان انت جبت هدف بدليل كمان اخر احمد رفعت جاب جون عالمي احسن جون في السنة الجديدة في كاس العرب الكرة شوتها الفاول وراح جاي مكملها هل احمد رفعت خده في الكايمة مش هتقلق لو هنعملها بالمقياس اللي هو انه تقلق لكن انا عشان بشرح ده وبيوضحه للناس لانه تريزي جي يتحط في مقارنة مع عمر مرموش يتحط بس عمر مرموش ييجي بعده بمسافة جديدة بالزبط عشان خطر عمر ما يتزلقش مش عشان خطر تريزي جي الحاجة الوحيدة اللي بترجح كاف بتمرموش حاجة بسطة جدا انه تريزي جي راجع من رباط صليبي فملعبش كتير قاعد بقاله فترة ست سبع شهور هو ده اللي شوية ممكن بس في التدريبات اللي جاية دي كنت بتكلم مع تريزي جي مبارح يعني اول ما وصله القاهرة فقالي لا انا متحمس جدا ان انا اطلع كل اللي عندي ومتحمس جدا تريزي جي واحد من الاسرع اللعب بالكورة في منتخب مصري زي ما يقلش عن صلاح تريزي جي بيعمل الدر والدفاعي والهجومي والارتداد للخلف بطريقة مرعبة يعني صح فانا بعكس محمد صلاح يعني تخلي محمد صلاح ما بيرجعش تريزي جي بيرجع كتير محمد صلاح لانه بيقف وراه كان واحد من اتنين يا اما احمد فتحي يا اما اكرم توفيق فما كانش حد باللغة بتاعتنا بيهوو بناحية الحطة اللي وراه محمد صلاح فما كانش بيرجع لكن تريزي جي بيعمل كل الادوار يلعب في مركز 8 يلعب في المركز بتاعه الجناح اعتقد ان وعنده خبرة مش بسيطة هو بالنسبة لنا كل اللي احنا بنقول ده بيدينا احنا افضلية وبيدر الراجل حرية في اختيار لو اعتمد كيروش على تريزي جي هيلعبه فين لو اعتمد على تريزي جي هيلعب مركز جناح عشان تريزي جي بيستريح فيها مش هينفع يبقى راجع من صليبي هو على فكرة عايز يجربه في مركز 8 اللي هو في قلب الملعب بس انه تريزي جي يرجع من صليبي 6-7 شهور على مركز غير مركزه اعتقد ان تريزي جي اللي هيبقى عنده القلق ان هو يلعب في الحطة دي شوية لو اتكلمه معاه بس في نفس الوقت لو طلب منه ده هيعمله